هذا الشهر ونحن في يونيو عشر سنين مرت على 2013 أنا لما بصيت كده على الزمن ما صدقتش وكأنه بالأمس ولكن جرت في الأمور أمور وعدت حاجات كتيرة جدا مررنا بأمور كتيرة جدا لكن احنا عشر سنين يا جماعة عقد كامل من الزمن على اليوم اللي نزلنا فيه في الشوارع كلها نرفض حكم المرشد ونرفض حكم الإخوان بتنظر للعشر سنين دي ازاي شوفي أنا 30 يونيو بالنسبة لي وشاركت فيها طبعا كاملا بالتمام هي لحظة تاريخية بالنسبة لمصر بمعنى أنها هي رسالة أنه نحن نريد أنه هوية دولة مصرية دولة الوطنية الحديثة المصرية بقيامها التي لا تخاصم الدين أنا دقيت جدا يعني قيامها التي لا تخاصم الدين لا ينبغي العبس به هي دي رسالة 30 يونيو يعني ما كانتش ثورة اجتماعية اقتصادية هي كانت ثورة ثقافية هوياتية إذا جازت تعليقات هل شايف أن احنا لسه محافظين على هذه الهوية؟ أحيانا بنا نحرف أعتقد بيحصل نوع من الارتباك أو الانحرافات لصالح قيم مضادة لقيم الدولة الحديثة دولة محمد علي دولة الطهطوي علي مبارك محمد عبدو إسلام الخبرة المصرية اللي أنا دائما أسميه إسلام الخبرة المصرية وبالمناسبة أنا بسني على الدكتور أسامة ومركز المرصد لأنه ده شغل حداثي وجيد وأنا شاركت فيه مبكرا في ندوة أنا تذكرت كان في البدايات كانوا عاملينه مع الفاتيكان وأنا شاركت في ندوة وكلهم أولاد تعلموا بره وهيلين يعني إحنا محتاجين النقلة دي بقى النقلة دي تتمأسس ويبقى عندنا أنا يعني وأنا شفت الفقرة ليه ما يكونش عندنا معرفش مين يبقى مسؤول عنهم مرصد يقول لنا انحرافات عن قيم الدولة الحديثة في مصر